انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017 عرت ميليشية الحوثي وفضحت مشروعها الإمامي ونواياها الخفية كشفت زيف الدعاءات الميليشية المدعومة من إيران وأثبتت خطرها على الشعب اليمني بمختلف الفئات وخاصة الأطفال الذين زجت بهم هذه الجماعة إلى الموت ليكونوا ضحايا طيشها دون راقيب أو حسيب استغلت الأطفال واستنزفت مشاعر الآباء والأمهات على فلذات أكبادهم برفض صفوفها بأطفال أجبرتهم على حمل السلاح بدلاً عن الأقلام بأفكار دخيلة تحطمت معها أحلام رسمها الآباء لأبنائهم ليتحصلوا على ما تبقى منهم من أشلاء في صناديق أو صور جدارية معلقة انتهاكات بالجملة تعرض لها أطفال بعمر الزهور 11232 انتهاك بحق الأطفال خلال عام فقط منذ التاسع عشر من نوفمبر عام 2022 حتى التاسع عشر من الشهر ذاته العام الجاري ومن قبلها تم توثيق أكثر من 20,977 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشية الحوثي للأطفال خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو عام 2022 تم تجنيد 12,341 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر عاماً مأساة أطفال اليمن لم تتوقف إلى هنا فحسب بل طالت الألغام التي زرعتها ميليشية الحوثي في مختلف المناطق التي وصلت إليها أرواح الأطفال وتركت آخرين بإعاقات جسدية ونفسية وطالت قذائفها أطفال بعمر الزهور وتركت آخرين بين لطيم ويتيم منهم من حمل على عاتقه عبءاً أكبر من عمره دفعوا إلى العمل الشاق لإعالة أسرهم مأساة لم تنبثق عن كارثة طبيعية بل بفعل الإنسان فميليشية الحوثي لم تحكم العقل فيما تجر إليه اليمن ما يجعل الخاسر الأكبر فيها البراءة في مهدها وحتى ريعان شبابها ورجدها فضلاً عن المعاناة التي جبل عليها اليمنيون بسبب الحرب التي أشعلتها هذه الجماعة على اليمن واليمنيين